قليني اسألك عن المنافسة المحلية زمالك في الدوري ماشي كواس جدا تعادل مع الجونة عمل هزة عمل رجة شوية كالناس بقولوا الفرق نقطتين فيما لو كسب الاهل المباراة المؤجلة فكده فيما لو كسب الاهل المباراة المؤجلة يبقى اربع نقاط شايف المنافسة على الدوري ماشي ازاي المنافسة هتفضل لاخر مباراة بين الزمالك والاهل محدش حاسب لا ماقدرش اقولك حد حاسب تيم الزمالك بيلعب كرة كويسة وبيكسب والزمالك والاهل نفس الكلام ولكن اذا الامور مشت فيها تكافؤ فرص نعم وفيها نوع من العدالة بمعنى كابتن شبير انا النهاردة مفيش دوري في العالم فاهمني بغض النظر بقى ان الزمالك مشترك في افريقيا الاهلي مش مشترك الزمالك مش مشترك ماينفعش انا العب كل ماتشات بتاعتي والمنافس لسه فاضله ست سبع ماتشات ليه بقى انا الظروف اللي انا بلعب فيها كابتن شبير بلعب فيها سيم من سيم الاندية هل هي نفس الظروف والضغوط اللي على النادي ده هي هي اللي هتبقى بعد شهر مع المنادي المنادي الاهلي مثلا بالكورة اه مع العودة الزمالك سينتظر اتنين وتلاتين يوم حتى ينتهي الاهلي من السبع مبرايات جميل ده اخيرا لما الزمالك ابدأ اعتراضه وقالك ان انا مش حالة بغير لما الاهلي يكمل ماتشاته دي اوكي بس انا النهاردة كابتشير باسأل انا الزمالك لاعب مثلا فرقة زي البنك الاهلي ما عليش انا بقول بنك الاهلي انهما في التحت شوي ماشي مركز الستاش الستاش هل لما البنك الاهلي يتأكد بقاءه او لقدر الله لقدر الله العكس هل هو بلعب الاهلي لو هلعب الاهلي هي نفس الظروف اللعيبة والضغوط اللعيبة هي هي اللعب اللي قابل بها الزمالك فيه هنا قتال على كل كورة بس ده فيه لعيبة دايما اللعب قدام الاهلي او الفريق النزل انا معاه انا معاه انا معاه انا معاه انا معاه كل اللي انت بتقوله ده انا موفق عليه لكن برضو كابت ارجع واقولك ان انا النهاردة ده فيه من السنة اللي فات افسي مصر لو تفتكر نعم اللعبة بشيت قابل الدورة من تيه طنطل تروح بيد ليه طنطل لو اريد عبالقعد يسري خلك اللعبة كلها سابسه ومشي بس رجع كسب انبي في النهاية وعمل نتائي ماجي بس في الاخر ايه النهاردة طنطل في درجة تانية لكن عصد المطلب ده اتحاد الكرة استجاب ليه والاهلي حيلعب سبع مباريات كاملة بل انه الزمالك طلب ان يلعب في الكاس وده العدل وده العدل يتحاد الكرة استجاب ويمكن يحطولهم ماتش مصر المقاصة فالعدل وعلى فكرة اللي انت بتقوله ده حدث للاهلي من قبل وضغط المباريات اللي كان على الاهلي مكنش يتحملوا بشر كل اللي انت بتقوله ده انا موفق عليه تماما نعم بس ازا اما بقولك كده النادي الاهلي لو الوضع عكسي لا هل هيطلب كده والعدالة محدش يزعل منها كابتنطرق على اطلاق بزبط اوحييك على هزا الكلام بس انا بقولك يا كابتنطرق على الاطلاق لعيب الكورة. هل تشك في لحظة ما ان تيم الزمالك ده قادر ان هو يحصد هزير بطولة السنة دي. منافسة شرسة. بزر. ونفس الكلام بالنسبة النادي الاهل. منافسة شرسة. كل التقدير والاحترام الاهل. كل الاهل يقولوا منافسة شرسة. نعم. لما الامور تمشي طبيعي بين الاتنين الكبار. فاهمني? هتلاقي فيه منافسة قوية. وده حلوة الدوري. وخلان نؤكد انها مشي الطبيعي. وانه اتحاد الكورة لما اظهر. اتمنى يا ريت. انا مش اتمنى. اللي انت بتقوله ده انا معاكسي. انا اللي بقوله انا حط لك الجدوى. ايو ماشي. ده انه الزمالك حتى يعني شان بس ما تكررش كلامي. قالك اتنين وتلاتين يوم عاد اتفرج على الاهل كتير. حطوا لي ماتش الكاس. والزمال والاتحاد الكورة بيفكر بالفعل ان نلعب ماتش الكاس. انه ماتش الكاس ما فيقش لكافة فرص. اكسب اوصل اه النهائي. طيب. ده بالنسبة للدور العام. كاس مصر. ازا مالك لديه مبارتان. المباراة الاولى ازا كسبها مباراة مصر للمقصة. يوصل نص النهائي. يلتقي باسوان. الاهل عنده امبي. بعد امبي ازا كسبها. وامبي فريق محترم. طبعا. ومقصة فريق محترم. طبعا. طبعا. يلتقي مع بيراميز. صحيح. شايف المنافسة في الكاس عاملة ازاي? اه لا انا اتوقع. زمالك واهل في النهائي. زمالك واهل في النهائي. باللي انت بتقولوا ده زمالك واهل في النهائي. طبعا تقدير الاخترام اللي اندية كلها. نحن. بيراميز او امبي او اصوان او eliminatesة كلهم فريق محترمة لك اه الا الا اه الا اه اه الا على الورق. زمالك واهل في النهائي. ان شاء الله بازل هيا. كابتن طرق.